تعالى بقى نروح الى العنوين المهمة الخاصة بالدولار لانه لا حديث يعني يعلو فوق صوت الدولار في مصر وانه القصة قصة نعوم ولا ما نعومش قصة امتى ليه البعض منتصر لفكرة انه مهما حررنا في السعر احنا ما عندناش سيولة ومن ثم احنا هنبقى قصاد الازماني طول الوقت وعندنا حصان هيسبقها هيسبقنا طول الوقت هنبقى طول الوقت دي نجري وراه بينما البعض بيقول انه الوضع الراهن بتاع ازدواجية السعر بيخلي كل شيء في البلد يعاني منفصاب الشخصية بزرر فالاقتصاد هيتشل اكتر منه ومشلول طبعا كلا وجهتين نظر لهم احترامهم وتقدرهم مال شديد لكن هو لا يصح الا الصحيح طبعا انطلاقا من ابتاد المبادئ اللي قلتهم نبدأ اساسي فيهم الحاكم بقى بقوة في الدولار دا هو مبادئ العرض والطلب فهنبدأ العرض والطلب ومبدأ حاكم والدولار في الاخر هو القدم السكرية لكن الدولار ليس مشكلتي أنا مشكلتي مرض السكر أنا مشكلتي هي مرض السكر نفسه اللي هي متمثلة فيه الاختلال ما بين العرض والطلب والاختلال ما بين المورد الدولاري والمنصرف الدولاري طول ما الاختلال ده موجود طول ما أنا أجري ورا الدولار كده في الشارع طيب نعمل إيه نعمل إيه أنا عندي زيادة جانب العرض عن طريق بقى الحاجات الكلاسيكية تعال نعمل صناعة نعمل زراعة نعمل السياحة نعمل كل حاجة بس يلا يمكن يحل المشكلة ان شاء الله او كان مفروض ان يكون نتابع عليه بشكل زي ما كلمنا في الحلقة اللي فاتت عن فكرة الخطط ليس هناك وقت للحسينيات ولا البكاء على المسكوب ولا الكلام ده كله خلينا في الوضع اللي احنا فيه يعني لو انت بترجو لازم نزود الانتاج ويعمل الصناعة نتكلم فيها بس بس ده خطة طويلة الامن مش هتحليل النهاردة حتى بس تاخد سكتة بس هي الفكرة ان احنا يعني عايز الناس تتكلم في الاتنين انا عايز لاقي مجلس وزراء بتكلم في القرارات دي بعد كده بيقعد خلص يا جماعة خلصنا كده الطبيق بتاع النهاردة هنأكل الاسبوع اللي جاي فانا عايز بس يعني ايه زي ان نتكلم على القرارات دي زي مثلا ما هم حاولوا يعملوا موضوع بتاع الوثيقة والرؤية الكلام حلو بس يعني يلا بقى انا مش عام اول غد دلوقتي بيدوروا على نعمل ايه في الرؤية يعني مفروكو ان الرؤية دي تحددت من زمان يعني عندنا 20-30 وعندنا واثقة الحوار الوطني وعندنا المؤتمر الاقتصادي ويطلعون لنا واثقة جديدة يعني يعني كتير اول حكاية دي مشوشين للضراجات يعني فانا احنا نمشى على الخط منهم لكن بالنسبة للخط القصير ما عندك ش الا تحجيم جنب العرض لا انا اعزد زيادة جنب العرض او تحجيم جينب الطلب انت جنب العرض الحاجة الوحيدة نعرض الدولار أنت جوز ما هتفعله على طول يعني أنت تتقل ما هتتديله في إيده على طول ما أنت لسه بتديله ومليار وشوية هو نسبوع ده ما هي دي الفكرة مع النظرية الخالدة وعش كده كلمت برضه محاك فيها قبل كده وبتكلم فيها كتير من الناس حتى بتخدم مني فكرة الاستدانة ما هيش حاجة سيئة يعني أرجع تاني وأقرر كلمة الدكتور عادل مش هيقديون ترحل ولا تموت لكن فكرة قدرتك على ترحيلها أنك أنت تكون فيها استدامة ما يبقاش ترحيلها بيعمل هذه العصرة لأنك مش قادر تنمي الموارد بالشكل المناسب فالجزئة الخاصة بفكرة أنك أنت تزود العرض فأنا رحل الصندوق بس هنا متوقفين عند فكرة الصندوق التي باتفق مع الصندوق عشان عايزة أخذ سبعة مليار ما كانت بدل ثلاثة بس هذا علاية للصندوق فلوسي وهيدهم لي يعني هنعمل مقصة ولا هنعمل بيزار هم يدفع لكم هما الاتنين مختلفين يعني على الفكرة ما دي حصلت بال ده شباك وده شباك اه ده شباك يعني إحنا الدفعة اللي خدناها اللي هي من كان تلتمية وشوية من تلاتة اه من من اتفاقية تستسيل الممدد ديت إحنا خدناها ودناها لهم بعديها بأسبوع الهوهات دي خدي ما هو ده اللي بنسميه التمديد أو رول أوفر بس أنا في الوسط هزود عرض إزاي يعني إذا كان لا يعني إن أنا هاخده من صندوق النقل ما ولو مجاش خالص هرجعه تاني ما ولو مجاش خالص هسحب من السوق أو تسحب من السوق أو تسحب من الثياطة هم هنا مركزين على حاجة عشان يا دا للحفاظ على الوضع الراهن وليس للتغييره بالبضع عاجب تقولي اه لا مش هنـ لا انت من مرة أخرى أنا عايزه يعني إيه حفاظ على عوض الراهن حفاظ على عوض الراهن حفاظ على عوض الراهن من صنعي عايزه حادل المشكلة 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 إن أنا إيه أنا أولوياتي كدولة الواضحة قدام إنا أنا عايز وده هدف نبيل أنا مش عايز تخلف عن السادات كوائس ده الهدف القدامي فلادف اللي قدامي أنا علي جدوى المدفوعات ده ودي الفنوس أنا شايفة جيالي وعندي قناة السويز بعافية شوية فدي مقللة شوية من الدخل بتاعي وشوية مشاكل الجيوس سياسية فإيه رجب علي فمقلل لي الدخل فأنا بدور إزاي زبت دخل يا جماعة بتوع الصندوق هاته سبعة طيب عندنا هنا نبيع حاجة نقدر نبيع حاجة من القصة دي طيب نحاول نطرح سندات هنا فنحاول نشوف إزاي الدنيا تظبط بحيث أن احنا ايه نتستر فدي الفكر نتستر كدولة كحكومة مش كمواطن لا كمواطن ده موضوع نتكلم فيه تاني أو يعني ده عايز حتة تانية ما احنا هنا عندنا انفصال ما بين الاقتصاد الكلي والاقتصاد الجزء يعني الاقتصاد الكلي الذي يحارب على بقاء الدولة واستمرارها وأنها لا تشير إفلسها ولا الكلام ده كله ده مهم على فكرة أمور نظمة الناس لأننا مثلا من ضمن الحاجات التي شايفها ناس احنا سيناريو لبنان وسيناريو الأرجنتين وسيناريو معافلين لا معناش سيناريوات الشموس تتقط على الأرض ويعني سرديات يوم القيامة مش هي دي كدولة كدولة وقت على وشها مش وقع على وشها لا ما هو يعني لبنان والأرجنتين ما الناس عايشة برضو بسضلط ما متوش بس بكلام على يعني الأزمة مش لدرجة ما فيه شعوب يعني هتموت لا لا خالص لكن الأزمة طحنة لكن هي فكرة الأساسية اللي هي المسيطرة على المشهد فكرة أن تفلس الدولة أو تتقعس الدولة أو أن تتعصر عن سددها فهي دي اللي عملة يعني هي دي الحضرة في المشهد بقوة فعشان كل المعادلات الكيميائية اللي بتحصل دي هات فلوس من هنا حط فلوس من هنا لا بصانع قرار يفن وعند المواطن عشان تتستر بتقولي أن المواطن الآن وعادي يقول أنا هابقى الأرجنتين هابقى لبنان بس هو المواطن بيحسبها بطريقة لبنان لارتفاع المهول اللي حصل للعملة وشلل الاقتصاد وكل ده ده المشهد اللبناني اللي خايفينه المواطن ده كلام محتر الدولة ده موضوع تاني ده كلام محتر هي الدولة خايفة من التصنيف أن توصم مصر للمرة الأولى في حياتها أنها دولة قد تعثرت وهذا أمر لا يجوز ماشي ومن دونه الشهادة طب تمام ده إحنا متفقين عليه ومن دونه الشهادة الاقتصادية فالجزء المتعلق بقى بالمواطن آه طبعا كل اللي بيحصل ده له تابعات هذه التابعات لأن الموضوع مش بس كده يعني الموضوع مش على قد إن إحنا نسد الديون بس لا إحنا عايزين نسد الديون بعدين عندنا المشكلة الثالثة في الثلاثة مشاكل الاقتصادية اللي قلنا عليهم النظرات الحاكمة الأقتصادية هي فكرة إيه؟ فكرة إيكونومي أوف تريد أوف اللي هي نظرية المقايدات إننا إحنا عايزين كدولة نسد الديون ونستمر في نفس النهج التوسعي وده مشوارنا وإحنا ماشينا